نقول 2019 متوجد ميصر التي استضافت الدورة عديد الصحفيين الذين انتقلوا إلى البلدان التي استضافت الحدث وجدوا عديد الأمور ليست في مكانها يعني النقل غير متوفر وسائل الراحة غير متوفرة أدنى المتطلبات غير متوفرة لتلك البلدان التي استضافت كأس أمام إفريقيا نحن في الجزائر نملك العديد من هذه الأمور مثل النقل والإيواء وحتى الإطعام لماذا لا نستطيع اليوم أن نستضيف دورة كأس أمام إفريقيا على الأقل في سنة 2025 يا عماد أنا قلت لك بأن تغييب الإرادة السياسية في السنوات الأخيرة هي التي كانت حاجز دون وصول الجزائر لإفتكاك تنظيم هذه الدورة اليوم نهايات كأس أمام إفريقيا لم تعود مثلما كانت في السابق بثمن منتخبات ويمكن بملعبين اليوم على الأقل أنت مطالب بتجهيز على الأقل ثمانية ملاعب والأمر لا يتوقف عند ثمانية ملاعب حتى إلى الملاعب المجورة لا الملاعب المجورة عليك لكل ملعب لكل ملعب يعني يحتضن أربع منتخبات هذه المنتخبات عليك أن توفر لها مساحات موازية للتدريب أحدثك عن الفنادق يشترط على أي بلد تنظيم مثلا كأس أمام إفريقيا وجب أن تكون لديه ثمانية ملاعب صالحة وأربعة ملاعب بمقاييس حديثة بمعنى أنه نفس الكلام التي تتكلم عن الأربع ملاعب تمتلك مسابح تمتلك ملاعب جوارية تمتلك فندق تابع لهذا الملاعب أما الثمانية لثمانية الملاعب تتكلم عن نفس الشيء عندما تكون ملاعب خمسة جولية ولا قسنطينة ولا ملعب تشاكر أما الأربع تشتارت أربع ملاعب فقط ليست بإشتراطات كبيرة صراحة كانت لي فرصة أني تخل في بعض البلدان ملاعب والله صراحة لا تصلح لي شيء هذا الذي أقصده مثل ملعب العشرين أوثي نعم شباب تكلمك زي ما أعطيك أن نتوقف لك عند مثال حي ما قامت به مصر سوف لن يعاد إلى أن تعود هذه الدورة إلى شمال إفريقيا ما قامت ما وفرته مصر لم تستطيع الكاملون توفيره وما وفرته مصر لن تستطيع كوديفوار توفيره عدا ربما المغرب الجزائر ومصر وربما جنوب إفريقيا عدا هذه البلدان الأربع لا أظل بأن إفريقيا باستطاعتها أن تلبي حاجيات الكاف في الحد الأدنى من هذه الأشياء